جدينا التسعى صباحا وموجز لأهم الأنباء معالين داريند أهلا بك من جزيد أهلا بك يا جمعنا التسعى بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع نظري تونسي قاس سعيد حيث تقدم بالتعازل الرئيس والشعب التونسي الشقيق في وفاة ثلاثة عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية أثناء تنفيذ تدريب بولاية جابس وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قاس سعيد الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق وتحقيق الاستقرار في البلاد واستعداد مصر الكامل لتسخير كافة إمكاناتها في سبيل تقديم المساعدة اللازمة في هذا الإطار للجانب التونسي الشقيق في ظل تميز العلاقات الثنائية الأخوية بين مصر وتونس من جانبه تقدم الرئيس التونسي بالشكر على الأفتة الكريمة للرئيس السيسي مؤكدا اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من روابط وعلاقات وثيقة على المستوعين الرسمي والشعبية وحرص بلاده على بذل المزيد من الجهود للدفع قد منبو أطر تعاون الثنائي على شتى الأصعدة أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار الجهود المصرية الحافيثة تجاه القضية الفلسطينية بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين وذلك بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة جاء ذلك خلال تصال هاتفي أجره الرئيس السيسي مع رئيس الفلسطيني محمود عباس الذي ثمن عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية معربا عن تقديره لجهود مصر الدؤوب ومسعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير والاعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة في ذكرى انتصارات أكتوبر وعلى صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي وجه الرئيس تحية للشهداء الأبرار وليجيلي أكتوبر العظيم والروح القائد الملهم راجل الحرب والسلام ابن مصر البار الرئيس الراحل أنور السادات الذي اتخذ قرار الحرب وتحمل تبعاته بشجاعة الأبطال وعزيمة الرجال وجهت السيدة انتصار السيسي التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجهيد وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أن نصر أكتوبر كان بمثابة ملحمة خلدها التاريخ بأحرف من نور جسدت حب المصريين الجارف لوطنهم أعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية استلام أكثر من مائة عمل متنوع من نحو أربعين شركة إنتاج فني منذ تدشين نظام البريد الإلكتروني المخصص لاستقبال الأعمال الفنية وفي بيان لها أوضحت الشركة أن هذا النظام يأتي كجزء من الإطار المؤسسي لإدارة المحتوى الفنية حيث تشرف لجنة المحتوى الفني بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الاطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها تمهيدا للتعاون المشترك ما بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة أعلنت وزارة الصحة خروج 650 متعافية من فارس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفارس إلى 261190 حالة وفي بيانها أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 788 حالة إصابة جديدة فضلا عن 37 حالة وفاة أعلنت هيئة إدارة كوارث في باكستان أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بعدما ضرب زلزال جنوب البلاد وقالت الهيئة إن شدة الزلزال بلغت خمسا وسبعة من عشر درجة وأدى إلى انهيار أكثر من 100 منزل طني كما لحقت أضرار بعدد كبير من المباني بما فيها مباني حكومية نهاية مجزة تساعة نقول لاستكمال باقي فكرة صباح خير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة